وخلال زيارة التفقدية لوزير الفلاحة الموارد الصيدية سيد أحمد فروقي لولاية وهران وحضر افتتاح الصالون الدولي لصيد البحري وتربية المائيات بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد حيث يعتبر خطوة همة في النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر الصالون خطوة همة وفرصة للتعرف على مستجدات شعب الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات عبر العالم وفضاء للنقاش وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والوطنيين والأجانب